الشيخ ابن تيمية هو هذا النهج وهو أنه لو يقرأ الإنسان ظاهر كلامه قد لا يجد ماذا؟ ما يدل على الانتقاص وإن كان بعض كلماته أيضا ظاهرة وصريحة ماذا؟ ولكنه أسلوب العام الذي يستعمله هو أنه يحاول أن يتكلم بشكل وليظهر شيء ويبطن ماذا؟ شيء آخر وهذا ما وجدته في جملة من كلمات الذين تابعوا تراث الشيخ ابن تيمية مثلا في الرسائل الجامعية رقم 26 دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية عرض ونقد تأليف الدكتور عبد الله ابن صالح ابن عبد العزيز الغصن دار ابن الجوزي مطبوع في دار ابن الجوزي هل تقرأ هذا؟ النص وارد كما قلت للمشاهد الكريم وارد في كتابي دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية هناك يقول المبحث الثالث دعوى تكلف شيخ الإسلام الغمز على أهل البيت وتعمية مناقبهم ومناقشتها هو يريد أن يدافع عن الشيخ ابن تيمية ولكن مهم أنا محل شاهدي أنه كثير من أعلام المسلمين التهفتوا إلى أنه الشيخ ابن تيمية بصدد ماذا؟ بصدد التعم على فضائلهم بسبب بغضهم بسبب إنكار فضائلهم إلى أن يأتي إلى الصفحة خمسمائة وثلاثة وثلاثين أنا بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى العبارة يقول الحقد الدفيني عليه يعني على علي بن أبي طالب وإبطان بغضه يعني كان يبطن بغض من بغض علي وإن تستر بحبه يعني يظهر ظاهرا أنه ماذا؟ يحب علي وهذا قلت هذا هو النهج الخبيث الذي يستعمله هذا الإنسان وهو أنه العبارات كما قرأنا في هذه العبارة في هذا اليوم في الزهراء والسلام الله علي سيدة النساء العالمين العبارة تحتمل ماذا؟ أمرين تحتمل الأمرين حتى إذا قيل كذا يقول لا ليس مراده كذا أو يقول لعارضا أن يعارض أو لقائل أن يقول وهكذا وهو يضمن كلامه في كلماته هذا القائل يقول وإن تستر بحبه وأنه لم يكف يعني من؟ الشيخ ابن تيمية وأنه لم يكف أبدا عن انتقاص علي وذكره بالقبيح أحسنتم نعم هذا واللطيف يذكر يقول أنظر المقالات السنية للحبشي وأنظر الإمام العارفين لأحمد الغماري إذن يظهر أن جملة من المعاصرين التفتوا إلى هذه النقطة وأن هذا الإنسان يبغض ماذا؟ يبغض علي إضافة لابن حجر وغيره لمن عاصره أحسنتم يعني منذ أن ظهر والناس يردون يعني من المتقدمين والمتأخرين التفتوا أنه هذا الرجل من المنافقين والمبغضين لعليهم شكرا لكم سعر سيد معنا الأخ